واجهة اجتماعية لرؤساء وكبار القضائل هناك بل أصبحت رمزا للعشيرة وأوضحت هذه البيوت الشامخة وسط المدن التي تفتخر بإرثها الحضاري في السنوات العشر الأخيرة مزارا للسياح من مختلف دول العالم الذين أبهرتهم نقوشاتها وزخارفها الهندسية المتشكلة من البرد والقصب بدقة متناهية هذه البيوت الأنيقة أثارت دهشة وإعجاب السياح الأجانب متسائلين عن كيفية تشييد وبناء هذه البيوت القصبية من غير الاستعانة بكل مواد البناء الحديث في مهمة يشترك فيها الرجال والنساء معا في هذه المدن التي صمدت أمام موجة الحضارة الجديدة خبر كلش حلو طبعا أكيد هالشي يكون أنه ملفت للانتباه لكن ما أعرف أنه البيوت القصبية أنه يكون الجومالتها أنه حار يصير له البيوت القصبية هي منتشرة غالبا في العمارة الناصرية في جنوب العراق تعرفين القصب ينشأ في الأهوار منها يستخدموها كمواد أولية لبناء هذه البيوت هي تعتبر كأرث حضاري أو كموروث حضاري لأهالي هذه المنطقة ومنها إلى صحيفة المدى وفيها بريطانيا تتبرع بـ 11 ألف دولار لمدرسة البالي نشاطها من أوجه الجمال أعلنت المملكة المتحدة تبرؤها لمدرسة الموسيقى والبالي بحوالي 11 ألف دولار لتمكين أكثر من 450 من أطفال العراق وشبابه للتعبير عن أنفسهم من خلال الموسيقى وتنمية صداقات مع زملائهم عادة أن الموسيقى والرقص من أوجه الجمال والمهارات وقالت السفارة إن مسؤولين بالسفارة البريطانية حضروا احتفالا للموسيقى والرقص في مدرسة الموسيقى والبالي في بغداد مبينة أنه كان يوما رائعا للاحتفاء بمهارات الأطفال والشباب الذين اجتمعوا للغناء والرقص والعزف على الآلات الموسيقية وأعربت السفارة عن فخر المملكة المتحدة بتقديم أكثر من 11 ألف دولار للمدرسة لتمكين أكثر من 450 من أطفال العراق وشبابه التعبير عن أنفسهم من خلال الموسيقى وتنمية صداقات مع زملائهم هذا اللون هو موجود ويتطور في بغداد هناك مدرسة للبالية في بغداد بالتحديث في منطقة المنصور بها قاعة بها مدربين كبار يأخذون البراع من الأطفال ويدربوهم على الرقص بالبالية السفارة البريطانية حضرت حفلة لهؤلاء الأطفال عجبت بمدى التطور ومدى التدريب لهؤلاء الأطفال وتبرعت بمبلغ شيء كله حالو أنهم دائما البريطان مهتمين بالموسيقى والبالية نعم وجاء في صحيفة المشرق فتاة لبنانية تحصد لقب أجمل وجه في العالم حصدت ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرة ذات الثلاثة وعشرين ربيعا بعد فوزها العام الماضي بالمركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العالم التي يقيمت في الصين لقب صاحبة أجمل وجه في العالم حيث تتمتع ببشرة صافية جدا ويتابع فاليري أبو شقرة أكثر من ثمانين ألف شخص من حول العالم ومن المعروف عنها أنشطتها الإنسانية والاجتماعية حسب ما ذكرت مجلة جلوبال بيوتس العالمية يذكر أن فاليري أبو شقرة قد توجت ملكة لجمال لبنان للعام 2015 بعد التنافس مع 14 مرشحة لنيل اللقب من مختلف المناطق اللقب من مختلف المناطق تعليق تشحة كل شي خلو اختصاصة يا بني الله لا أكيد أنه هي بنفس الوقت يعني صاحبة أجمل وجه وبنفس الوقت أنه هي دا تهتم بالأشياء الإنسانية أو الحالات الإنسانية شي كل شي حلو مهم بصراحة طيب وبالانتقال إلى الصحف العربية نقرأ في صحيفة الخليج الإماراتية متحف تشارلي شابلين يفتح أبوابه غدا في سويسرا يفتتح غدا متحف يكرم تشارلي شابلين في بلدة كورسي سورفيفي السويسرية الصغيرة على مرتفعات بحيرة الليمان لتجسيد الأحلام الكبيرة التي تراود كل من شاهد أفلام هذا الفنان العبقري يحمل المتحف اسم تشابلينز وولد باي غريفان وتطلب إنجازه 15 عاما وقيم في قصر بان وهي دار رائعة أمضى فيها تشابلين السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حياته برفقة زوجته أونا وأولادهما الثمانية وقال أوجين تشابلين الاثنين وستين عاما أحد أبنائه كان يريد أن يذكره الناس لذا كان ينجز الأفلام وأظن أن المتحف كان سيعجبه هذا كيد شارل تشابلين هذه الشخصية الفكاهية جميل أن يستذكر أحد بإقامة معرضة هذا الفنان أكيد وحملت صحيفة النهار اللبنانية خبرا بعنوان عصى سيلفي من فيسبوك أعلن فيسبوك خلال مؤتمر المطورين عن آخر ابتكاراته وهو عصى سيلفي تسمح للأصدقاء الموجودين في أماكن بعيدة جغرافيا التقاط صور سيلفي معا في مكان ثالث بعيد عنهم أيضا ولتقديم هذا الابتكار وضع المدير التقني للفيسبوك مايك شروبفر نظارة الواقع الافتراضي وكذلك فعل زميل له في مكان آخر واجتمع معا بشكل افتراضي في أحد شوارع لندن واستخدم لوحة التحكم اللمسية في النظارة بالتجول في لندن بتقنية 63 درجة وعندما أصبحوا بالقرب من ساعة بيكبين الشهيرة أخرج الشخص الآخر عصى السيلفي والتقط صورة لهما مع الساعة وكأنهما يقفان معا حيث يظهر تمثيل ثلاث البعد لوجهيهما جنبا إلى جنب أمام الساعة وأشار فيسبوك في المؤتمر إلا أنه بعد التقاط الصورة يمكن للمستخدم إسقاطها ضمن صندوق بريد افتراضي يظهر بعدها شعاع يمتد من صندوق البريد حتى السماء في دلالة على أن الصورة نقلت إلى الفيسبوك وتمت مشاركتها حيث ستظهر الصورة في الصفحة الخاصة بالشخصين ولم يحدد الفيسبوك موعدا زمنيا لإتاحة هذه التقنية تجاريا للمستخدمين يعني هذا الفيسبوك شو راح يسوي بالعالم؟ هو بلاشي العالم هسه يعني من دمرين من السوشال ميديا عاد أنه تظهر هذه التكنولوجيا الحديثة يعني يظهر سيلفي مكانين مختلفين بالعالم كأنه مكان واحد تكنولوجيا وأوردت صحيفة الشرق الأوسط علماء صينيون يبتكرون خلايا شمسية تولد أو تولد الطاقة من قطرات المطر يسعى العلماء منذ عقول لمعالجة مشكلتين مهمتين تقفان أمام مستقبل الطاقة البديلة المنتجة من الشمس تتعلق الأولى بنسبة استغلال ضوء الشمس الساقط عليها وتتعلق الثانية بضعف أو توقف عملها في المساء وفي الأجواء المطيرة وقد توصل فريق من العلماء الصينيين إلى وسيلة جديدة للاستفادة من الأمطار في عالم الطاقة الشمسية وتحويدها إلى تساهم في توليد الطاقة بشكل أكبر من خلال تطوير خلايا شمسية مدعومة بطبقة من الغرافين السميكة التي يمكنها توليد الطاقة من قطرات المطر مما يجعلها مفيدة حتى عند تقلب الطقس ودرجات الحرارة إذ يلتسق الماء بالإغرافين ويولد نوعا من المكثفات الطبيعية بالفرق الحاد في الطاقة بين الألكترونات والإغرافين وإيوانات الماء ينتج الكهرباء آخر ما توصل له العلماء هو حلو أيضا قبل كم يوم وعدنا موضوع عن الطاقة البديلة وأيضا الطاقة المائية جميل جميل جدا ومن خلالها تقدر يقدرون العالم يصدرون الكهرباء باك من القطرات المطر هذا الشيء يعني جيد والختام مع صحيفة العرب اللندنية كنوز الفن الإسلامي تخطف الأنظار في مزادات لندن تحت هذا العنوان نطالع تتسابق دور المزادات في لندن هذه الأيام على عرض أثمن وأندر الكنوز من الفن الإسلامي والاستشراقي من خلال مزادات لمجموعة فنية من فنون العالم الإسلامي من جنوب آسيا إلى الهند مرورا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وإيران ويقدم اسموع الفن الإسلامي الذي يحتفل بمرور أربعين عاما على إطلاق هذه السنة كنوزا متنوعة بعضها ينتمي إلى مجموعات ملكية أو إمبراطورية وبعضها يحمل لمحات تاريخية خاصة وتستحضر أغلبية القطع المعروضة حروفا أجادها الصناع في المشرق ولم تبقى منها سوى نماذج محدودة والاهتمام بالحضارة والتراث التراث الإسلامي غني يعني بالكنوز وهذه التفاتة يعني رائعة لإظهار التحف والنوادر الإسلامية بهذا الشكل أكيد طبعا نشكرك عمر على هذه الأخبار لهذا الصباح نتمنى لك يوم حلو إن شاء الله سحياتي لك ومشاهديك شكرا لك